السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا بكم في فيديو جديد معيكم سلمة حجاج ودي قناتي التحفة تحفة المكان الانسب ليكم لو عايزين تتعلموا حاجة جديدة تكسبوا فلوس من البيت ويبقى عندكم دخل مادي مستقل خاص بكم قبل اي حاجة ما تنسوش اللايك عشان هو ده اللي بيشجعني يكمل وعملوا سبسكرايب وفعالوا الجرز عشان يوصلكم كل جديد ويلا بينا نبن في فيديو النهاردة هقول لكم على 10 اخطاء بيقع فيها كتير من اليوتيوبرز الجدد واصحاب القناوات الجديدة الاخطاء دي بتقلل من انتشار القناوات بتاعتهم ومش بتساعد ان القناة تتطور وتكبر بشكل اسرع اول خطأ او غلطة بتحصل هي التعليق ده تعليق اشتركوا بقناتي وقت طويل ومجهود كبير جدا بيتبزل عشان التعليق ده يتكتب على فيديوهات كتيرة جدا وجوا ردود كومنتات كتيرة جدا على فيديوهات لكن هل التعليق ده وتعفيد صاحب القناة في حاجة؟ انا من هوات اراتي الكومنتات وبحب جدا وانا بتفرج على اي فيديو انزل اشوف الناس كتبه كومنتات ايه لكن عمري ما عملت سبسكرايب او حتى دخلت على اي قناة عن طريق ان يلاقي كومنت اشتركه في قناتي فادخل على القناة واشترك واعتقد ان انتو كمان كده التعليق بتاع اشتركه في قناتي هو للأسف طاضية لمجهود وقت على الفاضي ده غير ان التعليق دوت ممكن يتحذف من صاحب القناة الاصلي او يتعمله بلوك وريبرت على اساس انه تعليق مزعي جزبامي ملحوظة بس كده على السريع انا عمري ما عملت ولا هعمل ان شاء الله بلوك او ريبرت لاي حد كاتب لي تعليق اشتركه في قناتي ولا انا ضدكم خالص لكن انا بس حابة اوضح ان خسارة الوقت اللي بيضيع في كتابة التعليقات دي من فترة جال تعليق على واحد من الفيديوهات في نفس الكلام اشتركه في قناتي ودعموني وشجعوني وهكذا دخلت على القناة لقيت ان القناة ما فيهاش ولا فيديو طيب مش من الافضل ان بدل ما نضيع الوقت دوت اني نجمع مشتركين للقناة ما فيهاش فيديوهات اصلا لنقد الوقت دوت في اني نعمل فيديوهات مفيدة وقيمة نرفعها على القناة دي التعليق الاسوأ من دوت هو اشتراك للاشتراك يعني انكم تطلبوا من الناس انها تشترك في القناة بتاعتكم مقابل ان انتم كمان تشتركوا في القناة بتاعتهم ودي حاجة مش صحة وبالعكس دي حاجة غلط جدا لان المشتركين اللي هتكسبوهم دول ما هم الا مشتركين ومتابعين وهمين جايين بس كنوع من رد الجميل مش مهتمين بالمحتوى اللي بتقدموه ولا عمرهم هيتفرجوا عليه ومش بعيد بعد فترة يلغوا الاشتراك ده عشان كده افضل حاجة هي انكم بدل ما تضيع وقت في كتابة التعليق بتاعي اشتركوا في قناتي ادعموني وشجعوني هي انكم تشتغلوا على انتاج فيديوهات اكتر وتعملوا محتوى قيم وجذاب يجيب لكم مشتركين حقيقين مهتمين بالمحتوى اللي بتقدموه لان المشتركين الحقيقين دول هم اللي لما فعلا تنزلوا فيديو جديد هيدخلوا يتفرجوا عليه وهما دول اللي هيزودوا لكم ساعات المشاهدة بتاعت القناة بتاعتكم تاني خطأ هو رابط الاشتراك في القناة العادي لو عايزين تنشروا رابط القناة بتاعتكم على انستجرام القناة العادي التقليدي اللي افضل تعملوا الحركة اللي هقلوكم عليها دلوقتي دي كل اللي عليكم تعملوه هو ان انتو تدخلوا على اليوتيوب بتيجوا هنا كده تدوسوا على الصورة بتاعتكم ومن هنا كده تختاروا يور تشانل اللي هي اول اختيار هتفتح لكم القناة بتاعتكم الرابط اللي ظهر فوق دوت هو دوت الرابط العادي خلص التقليدي اللي لما بتيجوا تنشروا القناة بتاعتكم هو دوت اللي بتكتبوه هتضيفولو الكود دوت اللي هيظهر لكم على الشاشة الرابط ده كده بعد ما ضفنا الإضافة ديت أي حد هيضغط عليه هيحولوا على القناة بتاعتكم بس هيطلع لهم رسالة بتفكرهم إنهم يعملوا سبسكرايب الموضوع ده بيزود عدد المشتركين بشكل كبير جدا من إنكم تحطوا رابط القناة بتاعتكم بس أنا اختصرت الرابط دوت عشان يبقى شكله حلو ويأفضل شوية من الرابط الطويل ده جدا عن طريق إني دخلت على بتلي وهو موقع تقدروا تعملوا عليه أكاونت مجاني وتختصروا بالرابط بتاعتكم كل اللي علينا نعمله هو إننا هندخل بالشكل دوت كده على موقع بتلي وهسيب لكم الرابط بتاع بتلي في صندوق الوصف وبعد كده هنيجي هنا كده وهندوس sign up هيفتح لنا بعد كده ويقول لنا إن بتلي عندهم خطط طبعا مدفوعة فإحنا عايزين الخطة المجانية هنلاقي هنا من نزل تحت شوية interested in our free plan sign up for free هندوس here هيقول لنا عايزين تعملوا sign up بوجل ولا تعملوا sign up بيوزر نيم وإيميل وتفاصيل تانية أنا عن نفسي بعمل sign up بوجل وهختار الإيميل بتاعي اللي أنا عايزة عامل sign up بيه عامل أكاونت بتاعي بيه على بتلي وبعد كده هاختار هنا create new bitly account من هنا كده هدوس create وهنا هحط اللينك بتاعي الطويل اللي هو هيكون عبارة عن اللينك بتاع قناة اليوتيوب بتاعتي وبعدها الكود هيطلع لي بعد كده بالشكل دوت حتى هو هنا مديني التايتل على طول طح في يوتيوب عشان كده هتأكد إن أنا كده حطيت لينك مزبوط بيفتح على حاجة صحيحة ومن هنا أقدر إن أنا أعدل على اللينك دوت مثلا ممكن هنا أكتب طحفة ممكن أكتب مثلا subscribe one مثلا ليكن يعني الكلام دوت تقدروا طبعا أنتوا تحطوا اللينك اللي أنتوا عايزينه ومن هنا كده هدوس same قال لي خلاص إن اللينك بتاعي هسبين زي ما انتوا شايفين من هنا أقدر إن أنا أعمل كوبي لللينك دوت وانشوروا بقى على انستجرام وانشوروا مثلا أبعثوا على جروب فيسبوك أو جروبات سابقة أو أي حاجة بدل اللينك الطويل جدا دوت وطبعا هنا أكتب لي zero total clicks لما حد بقى بيدوس على اللينك بتاع بيتلي دوت بيتلي هنا بيعرفوا إن في حد ديس على اللينك وبيزهر لكم عدد الكليكات كم شخص ديس على اللينك بتاعكم كمان الرابط الصغير دوت أو الرابط القسير دوت بحب أضيفه في صندوق الوصف أو ديسكريبشن بوكس تحت كل فيديو بحب أكتب جنبيه اشتركه في القناة أو ممكن كمان تكتبه ساعدونا ونكبر القناة بتاعتنا وحطه الرابط المختصر دوت الخطأ التالت معنا النهاردة وهو عدم طلب كتاب التعليقات من الجمهور من الأخطاء اللي بعملها أي حد عنده القناة جديدة هو إنه يكون مستني الناس تكتب له تعليقات تلقائيا بشكل عفوي من غير ما يطلب منهم والموضوع ده مش بيحصل خاصة في البداية والقناة لسه جديدة ولسه مش معروفة طيب نطلب من الناس إنها تكتب لنا تعليقات إزاي اسألوا الناس سؤال في نهاية الفيديو أو أي سؤال له علاقة بموضوع الفيديو اسألوهم حابين الفيديوهات اللي جاي تكون عن إيه خدوا رأيهم في حاجة وسط الفيديو يعني لو الفيديو فيه ألوان وتصاميم خيار المشاهدين بين اختيارين وطلبوا منهم يقول لكم الإجابة في الكومنتات هل مثلا نعملوا تصميم باللون الأحمر ولا باللون الأخضر شاركونا الإجابة في الكومنتات دي حاجة هتشجع المتابعين والمشتركين والمشاهدين بتاعكم إنهم يتفعلوا معاكم ويكتبوا لكم كومنتات سهل على كده الفيديو بتاع تعلم الجرافيك ديزاين أنا سألتكم في آخر الفيديو إيه البراند أو المركة اللي بتحبوا اللوجو بتاعها وفعلا جالي تعليقات كتيرة على الفيديو دوت بتجاوب على السؤال دوت ويقولوا لي فيه إيه اللوجو اللي بيحبوه أو إيه البراند اللي بيحبوا اللوجو بتاعها الخطأ الرابع معنا وهو التقليد من الحاجات اللي ممكن يقع فيها أي حد جديد على يوتيوب هي التقليد هنا أنا مقصودش إنه ناخد الإلهام من حد ونقدم الفكرة بالطريقة بتاعتنا لأنه نقصد إنه نقلد شخص آخر ونقول كل اللي بيقوله بالزبط بس على لسننا إحنا ده خطأ فادح ومع الوقت المشاهدين بيعرفوا إنه انتو بتقلدوا مين وبيعرفوا كمان إنه المحتوى بتاعكم مش أصلي كل شخص فينا مميز وكل شخص فينا مختلف عن التاني ويقدر يقدم نفس الفكرة ونفس الموضوع بشكل مختلف تماما الناس اللي هتعملكم سابسكرايب هتعملكم كده عشان عجبها أسلوبكم المميز وطريقتكم الفريدة في تقديم المحتوى ممكن تكونوا مش شايفين نقطة تميزكم وشايفين إنه عادي يعني زيكم زي أي حد لكن في الحقيقة إن كل شخص فينا مميز ومختلف بطريقة ما ومش لازم تشوفوا نقطة تميزكم دي لكن أكيد حد غيركم هيشوفها وهيتابعكم عشانها عشان كده متقلدوش أي حد قدموا المحتوى بطريقتكم وبأسلوبكم الخطأ الخامس معنا النهاردة هو عدم إنشاء بلايليست أو قائمة تشغيل مع الوقت ومع عدد الفيديوهات بيزيد هتلاقوا إنكم تقدروا تصنفوا الفيديوهات دي أو تقسموها المجموعات اعملوا بلايليست أو قائمة تشغيل في القناة بتاعتكم ده بيزود عدد المشاهدات بشكل كبير جدا لأن أي حد بيتفرج على فيديو لكم لأول مرة وبيعجبه بيكون عايز يدخل يتفرج على فيديوهات أكتر لكم عن نفس الموضوع ولو لقى بلايليست فيها مجموعة فيديوهات عن الموضوع دوت هيدخل يتفرج عليها كلها ورى بعضها ودي حاجة هتزود عدد المشاهدات وكمان الدقيق اللي تم مشاهدتها في القناة بتاعتكم الخطأ السادس اللي بعد كده هو استخدام طرق غير شرعية لزيدة المتابعين والمشاهدات لما بدأت على اليوتيوب يمكن كان ساعتها عدد المتابعين أقل من 500 مشترك جالي كومنت بالانجليزي فيما معناه أن المحتوى اللي بقدمه جميل وأنهم عايزين يدعموا المحتوى اللي بقدمه بشكل أكبر عن طريق خدمة معينة بيقدموها وكان اسم الخدمة دي مكتوب عملت ساعتها بحثة عن الخدمة دي وفهمت إنها عبارة عن خدمة بتزود عدد المشتركين وإنها حاجة مش قانونية أو حاجة مش صحة نستخدمها لأنها تزود لي عدد المشتركين أوه بسيكونوا مشتركين وهميين ومزايفين مجرد أرقام كإن الروبوت أو حاجة بتشتغل أوتوماتيك وبيجيبوا مشتركين وهميين عشان كده لو جالكم عرض أو خدمة من أي حد أو أي نصيحة من حد أن يدخلوا على اللينك الفلاني عشان يزيد عدد المشتركين عندكم عملوا بحثة عنها في جوجل ويكتبوا اسم الخدمة وبعد كده اكتبوا جنبها legit or scam لو فهمتم من البحث إنها legit يبقى دي كده حاجة قانونية وتمام لو scam يبقى دي حاجة مش قانونية ومرفوضة وضرارها يكون أكبر بكتير جدا من نفعها الخطأ السابع وهو فيديوهات مدتها قصيرة الفيديوهات اللي مدتها قصيرة مش هي المفضلة لمنصة زي يوتيوب الفيديوهات القصيرة مكانها الأفضل على انستجرام وتيك توك وهكذا الفيديوهات اللي مدتها أكتر من 8 دقيق هي لليوتيوب بيحبها وبيساعد أكتر على إنها تنتشر ممكن تقدموا فيديوهات قصيرة لكن تكون جنبا إلى جنب مع فيديوهات طويلة دي خاصة لو عايزين توصلوا لعدد ساعات مشاهدة عالية في وقت قصير لأن في العادي مش كل الفيديو بتشاف بالكامل فلما يكون فيديو مدته 9 دقيقق وتشاف منه 6 دقيقق أفضل بكتير جدا من إن يكون الفيديو مدته دقيقتين وتشاف منه دقيقة واحدة بس ده برضو مع مراعاة إن الفيديو الطويل ده يكون فيه محتوي قيم ومفيد مش مجرد حشو وملل ملوش داعي بمعنى لو في حاجة معينة أنتوا بتشرحوها أو بتتكلموا عنها وله خطوات أو تفاصيل كتيرة وإنتوا قدامكم خيارين إن انتوا تقدموا التفاصيل دي كلها وتقدروا تشرحوها كلها بطريقة كويسة أو إن انتوا تقولوها بشكل مختصر وبشكل سريع في فيديو قصير لأفضل إن انتوا تعملوا فيديو فيه كل التفاصيل وكل الشرح لتقدروا تقدموه وبكده هيبقى فيديو طويل ومفيد في نفس الوقت وقيم وما فيهوش حشو وملل ملوش لازمة الخطأ الثامن وهو مسح فيديوهات من القناة مسح فيديوهات من القناة من الحاجات اللي كتير يوتيوبرز جدد بيعملوها كنوع من أنواع التردد أو إنهم بيحسوا إن المحتوى القديم مش قيم وجودته سيئة مقارنة بالمحتوى الجديد أو يتفرجوا على فيديو لسه منزلينه وبعدين يشوفوا فيديوه لحد تاني فيحسوا إن المحتوى بتاعهم مش قيم ومش متكافئ أو مش متناسب مع الفيديوهات المنافسة لي لكن اللي بيحصل إنه لما بنمسح فيديو قديم المشاهدات بتاعته بتتشال كمان الووتش أورز أو ساعات المشاهدة بتاعت الفيديو ده بتتشال وده بيعمل زي تعقيد في الإحسائيات بتاعت اليوتيوب وفيه حاجات بترجع تتحسب من أول وجديد عشان كده ده خطأ مهم نتجنبه لو المحتوى القديم في نفس المجال بس سعيب الوحيد إن بس جودته مش حلوة مقارنة بالمحتوى الجديد أو مقارنة بمحتوى حد تاني فمش مشكلة ونخليه أفضل لأن عمر ما أول فيديو هيبقى حلو زي الفيديو رقم 30 والفيديو رقم 30 دوت هيبقى وحش جدا جنب الفيديو اللي هيبقى رقم 100 وهكذا الخطأ التاسع وهو فيديو عن موضوع مختلف في النص من الحاجات اللي بشوفها في القنوات الجديدة هي إنه مثلا ينزل ثلاث فيديوهات عن موضوع معين وليكن عن العناية بالشعر وبعدها فيديو عن الطبخ ووصفة معينة الموضوع ده من الحاجات اللي بتخلي القنوات الجديدة تخسر متابعين لأنه مثلا تخيلوا معي لو جيت بكرة نشارة فيديو عن طريقة عمل مكرونة بالبشامل هل هتتفرجوا على الفيديو ده؟ هل هتكونوا متحمسين أول ما طيروا العنوان أنتوا تفتحوه؟ هل عدد المشتركين بقناتي اللي هيشوفوا الفيديو ده هيكون زي عدد المشتركين اللي هيشوفوا فيديو تصميم لجو احترافي لمتجرك وعلمتك التجارية وحساباتك على السوشيال ميديا ليهينزل مرة الجاية إن شاء الله؟ أكيد لا ممكن أكون بعمل أفضل مكرونة بشامل في الدنيا لكن مش شرط إن نقدم محتوى عنها وده يرجعنا تاني لموضوع اختيار مجال تخصص معين أو نيش نتكلم فيه ما نغيرش المجال فجأة من أقصى اليمين لأقصى اليسار في نفس القناة الخطأ العاشر معنا وهو إهمال صندوق الوصف صندوق الوصف أو الديسكريبشن بوكس اللي هو الجزء اللي بيكون تحت الفيديو اللي بحط لكم فيه كل روابط المهمة فيه ناس مش بتكتب فيه أي حاجة وبتسيبه فوضي أو بيحطوا فيه شوية روابط وخلاص الكلام اللي بتكتب في صندوق الوصف لا يقل أهمية عن العنوان بتاع الفيديو الكلام الموجود في صندوق الوصف من الحاجات اللي بتساعد إن الفيديو بتاعكم يظهر في الصفحات الأولى للبحث لما حد يعمل البحث عن كلمة معينة والكلمة دي بتكون موجودة في العنوان بتاع الفيديو بتاعكم وكمان موجودة في صندوق الوصف كل ده بيساعد إن الفيديو بتاعكم يظهر للشخص اللي بيبحث عنه في بداية نتائج البحث تقدروا تعرفوا أكتر عن الكلام دوت والتفاصيل دي كلها لو عملتوا بحث عن يوتيوب سيو أو يوتيوب اس اي او زي ما قلنا في الفيديو اللي فات لو تعلمتوا اكتر عن اليوتيوب سايو هيفرق معكم جدا في القناة بتاعتكم وكده انكم قلنا عشر اخطاء بيقع فيهم اليوتيوبرز الجدد واصحاب القناة الجديدة يارب تكونوا استفدتم من الفيديو ده وسؤال فيديو النهاردة هو عندكم كام مشترك في قناتكم على اليوتيوب كتبوا لي الاجابة تحت في الكومنت هاتف ما تنسوش انكم تقدروا تدعمونا بشكل مجاني تماما عن طريق انكم تعملوا الفيديو ده شير على السورشيال ميديا وتعملوا سبسكرايب وتفعلوا الجرس وتختاروا اول عشان يوصلكم كل جديد اول باول كما تتابعونا على المدونة فيسبوك انستجرام وتليجرام كل الروابط دي تحت في صندوق الوصف او تقدروا تدعمونا بشكل مادي وتشتروا لي قهوة او كتاب عن طريق الرابط اللي تحت في صندوق الوصف برضو وده كان كل حاجة الفيديو النهاردة والى اللقاء في فيديو جديد دمتم بخير باي باي اشتركوا في القناة